موسيقى النظر كرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقف نناقش اليوم المخاوف من تصدر اليمين واليمين المتطرف المشهد السياسي في إسرائيل نتسأل هل نحن أمام مرحلة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل فعلا ولماذا تتخوف الأوساط السياسية من توليفة نتنياهو الحكومية ومأولويات الحكومة القادمة وهل الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة متفقة تماما على إدارة المرحلة القادمة وما شكل التصعيد المتوقع مع الفلسطينيين وكيف يواجه الفلسطينيون هذه المرحلة هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع الضيفين الكريمين من القدس الساد القانون والعلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب ومن رمالة الناطق باسم حركة فتحة دكتور حسين حمايل أبدو اللقاش بعد التقرير التالي اعتبارا من يوم الأحد سيكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن يمين نتنياهو 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الأكثر يمينية من بين الحكومات المتعاقبة بعدما قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ أن يطلب من نتنياهو ذلك قرار قال عنه مكتب الرئيس إنه اتخذ بعد مشاورات مع قادة جميع الأحزاب المنتخبة في البرلمان عودت نتنياهو بدعم من حلفائه في اليمين المتطرف أشعرت الإسرائيليين بكثير من الخوف والقلق من تنفيذ الحكومة الجديدة ما توعدت به القضاء إجراءات يسميها اليمين إصلاحات لكن خصومهم يقولون عنها إنها خطر يهدد استقلالية القضاء خطط الإصلاح التي يتبنىها الليكود بزعمة نتنياهو وتحالف الصهيونية الدينية اليميني المتشدد تتيح للبرلمان الإسرائيلي عبر الأغلبية البسيطة نقضى أي قرار للمحكمة العليا يتعلق بإبطال القوانين المشرعة في الكنيسة كما تسعى الخطط الجديدة إلى تغيير عملية اختيار قضاة المحكمة العليا لتكون بيد السياسيين بدلا من لجنة تضم قضاة ومشرعين ومحامين وتضم الخطط في طياتها مقترحا لإلغاء التهم الرئيسية الموجهة إلى نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد مقترح نعتبر هدية لنتنياهو لكنه يوسع أيضا حصانة المشرعين الحاليين عواب أيوب تلتة عربي أجدد التحية للضيفين للكرمين وأستهل هذا النقاش مع الدكتور أمجد شهاب من القدس يعني الدكتور في البداية إلى أي مدى هو مقتنع ومؤمن نتنياهو بهذه التوليفة الحكومية بعد النتائج النهائية للانتخابات هل هي ماضية إلى سياسات مستقرة أم سيكون هناك بعض من نقاط الخلاف بين الأحزاب ستنشأ وتظهر بعد ذلك سائل خير تحياتي لكم ولضيفكم الكريم والأستاذ المشاهدين أهلا بك بداية رئيس الوزراء السابق والحالي الآن بعد حصوله على 64 مقعد اليمين بالحقيقة اليمين الإسرائيلي حصل على أكثر من ثلثين حصل على 82 مقعد في الكنيسة لكن خصومه السابقين مثل لبرمان الذي يخالفه اليوم وأيضا جانيتس الذي حصل أيضا على عشرة مقاعد اليمين الإسرائيلي يتمتع بتقريبا ثلثي أعضاء الكنيسة نتنياهو اليوم يستطيع أن يشكل حكومة بأريحية كاملة ليس كما سبق في السابق عندما كان يتمتع فقط بمقعد واحد كأغلبية وكانت هناك حكومة قد تكون حكومة غير مستقرة في المستقبل الجميع تفاجأ بالانتخابات على قدرة نتنياهو بالحصول على هذه الأغلبية وخاصة أن حزب اليمين المتطرف الفاشي بقيادة بن غفير لم يكن متوقعا حصوله على 14 مقعد وكان وراء تحالفه هو بن يمين نتنياهو الذي دعمه ماديا ودعمه إعلاميا ودعمه بالتوجيهات السياسية من أجل الحصول على ما حصل عليه اليوم إمكانيات تشكيل الحكومة هي إمكانيات كبيرة جدا وأعتقد أن غدا سيتم تكليفه بشكل رسمي وخلال فترة قصيرة لأن الحديث اليوم يدور حول توزيع الكعكة توزيع أكثر من 30 مقعد وزاري وهذه التوليفة دكتور أمجد هذه التوليفة بين نتنياهو وبين الأحزاب الدينية الأخرى هل تراها منسجمة مع بعضها البعض حتى تمارس سياستها المشتركة مع بعضها أم سيكون هناك نقاط خلاف وما هي تلك الخلاف نعم هناك نقاط خلاف لأن الحكومة اليوم تتألف من اليمين المتطرف مع اليمين الديني مع الفاشيين بزعمة بن غفير هناك تناسق وتفاهم بين اليمين الديني برئاسة الأحزاب الدينية التي تعود بن يمين نتنياهو التحالف معهم والذي استمر أطول فترة ممكنة ويعتبر الآن هو الرئيس الوزراء الذي استطاع أن يجلس في مقعد رئيس الوزراء الأطول فترة في تاريخ الكيان الصهيوني أيضا لديه إشكالية مع الفاشيين الجدد مع حزب بن غفير الذي يحاول ابتزازه ولا يستطيع السيطرة عليه بطريقة أخرى ولكن يستطيع بالدهاءه أن يقنعه سمعنا اليوم حديث بأنه تم إقناع شريكه بوزارة المالية بدل وزارة الدفاع لأسباب كثيرة قد تؤدي إلى تغيير التوازن والمعادلة في الضفة الغربية هناك ضغوطات أيضا أمريكية على أن لا يتولى هذا الحزب الفاشي مقاعد مهمة جدا وخاصة أن بن غفير أيضا يطالب بوزارة الداخلية إذا استلم بن غفير وزارة الداخلية سيؤدي ذلك إلى تصاعد على ساحة المسجد الأقصى نعم دكتور أمجد دعني أن تقلي إلى دكتور حسين في رمالة دكتور حسين يعني بعد عودة نتنياهو وعودة هذه الحكومة والتي توصف بأنها الأكثر يمينية كيف ينظر لها فلسطينيا ماذا تشكل لدى الفلسطينيين على الصعيدين الرسمي وكذلك الشعبي يعني مساء الخير لك أحمد مساء الخير لك دكتور أمجد حقيقة أنه ما حصل من نتيجة هذه الانتخابات وجاء نتيجة للتطرف الذي قادته الحكومات الإسرائيلية السابقة إلى وسط الحالة اليوم إلى أن يفوز أن تفوز حكومة وتشكل حكومة متطرفة بكافة الأشكال بالنسبة لنا كفلسطينيين بتقديرنا لن يكون هناك اختلافا ما بين الحكومة السابقة التي كانت متطرفة أيضا ولكن الحكومة المكبلة واضح من النتائج وواضح من التصريحات التي كانت قبل الانتخابات ومن السلوكات المعروفة لفيادة هذه الحكومة بن غفير ونتنياهو وغيره هي حكومة الأكثر تطرفا على مستوى دولة الاحتلال هذا الأمر ينبئ بتصاعد بتصاعد الأحداث في فلسطين وينبئ بمزيد من العجوان على الشعب الفلسطيني نتكلم عن وزراء متطرفين وزراء لا لا يوجد في فكرهم سوى القتل والإجرام ومزيدا من التحريض ضد كل ما هو عربي ومسلم وفي فعلاته في الأرض اليوم احنا أمام مرحلة جديدة من التطرف مرحلة جديدة من الإجرام التي ستكون بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وكان هناك تهديدا واضحا للشعب الفلسطيني والفكاة للشعب الفلسطيني من خلال التصريحات التي أصدرها بن غفير وأصدرها غيره من الوزراء الفشيين والمتطرفين والأشد تطرفا من الأحزاب الدينية الصهيونية التي جاءت إلى الحكومة الإسرائيلية والنتيجة كانت هذه متوقعة بالنسبة لنا كفلسطينيين موقفنا لن يتزحزح ولن قيد أنمو إلى الخلف النهائيا نحن صامدين في أرضنا سندافع عن أنفسنا وما القرارات الجديدة والتصريحات الجديدة التي تخرج من دول العالم وكان آخرها الموقف الإسرائي الذي سحب صفار الدولة الاحتلال من القدس إلا دليل بأنه النهج الفلسطيني يسير كدما وهناك تعاطفا دوليا مع الشعب الفلسطيني وهذا التعاطف لا يكفي وكذلك اليوم أخي أحمد المطلوب أمام هذه الحرب الدينية وأمام هذا التطرف الذي تكون به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مطلوب أن يكون هناك وقفة عربية إسلامية مسيحية من دول عظمى ضد هذه العصابة التي الآن تتعامل يعني زي هذه عصابة موجودة في هذا العالم تتعامل تحت غطاء دولة أخي أحمد لمن لا يعلم الانتخابات الإسرائيلية كانت دعاية أن يقتل الأخطر في الفلسطيني من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية وكل مكونات دولة الاحتلال كانت سباق على الدم الفلسطيني فكانت دماء أفطال فلسطين وممتلكات الشعب الفلسطيني والاعتداء على الشعب الفلسطيني هي الدعاية الانتخابية هل أفهم منك بأن ما يقرأه الفلسطينيون بأن الحكومة المقبلة ذاهبة إلى التصعيد أكثر فيما يتعلق بسياستها مع الشعب الفلسطيني أخي أحمد أي حكومة في دولة الاحتلال إذا لم تلجم بالطريقة التي يجب أن تلجم فيها بعيدا عن بيانات الشجب والاستنكار من الدول العربية والإسلامية يعني إحنا من عشرات السنوات ونحن نرى بيانات الشجب والاستنكار وإسرائيل تضرب بعرض الحائط هذا الموضوع اليوم إحنا مش طالبين من حدا كفلسطينيين أنه يجي حارب عننا ولا يحرك دباباته ولا يحرك بوارجه مطلوب أن يكون هناك موقفة تهديدا تهديدا حقيقيا لإسرائيل في مصالحها ونعلم أن كثير من الدول الإسلامية أو بعض الدول الإسلامية لها علاقات مع دولة الاحتلال تجارية وانتصادية وغيره بإمكانهم أن يستثمروا هذه الأمور ويضغطوا على دولة الاحتلال ويهددوا مصالح دولة الاحتلال من أجل أن تكف إسرائيل عن إجرامها المشهد الآن اللي بيشوفه على الكاميرا الاعتداء على الصحفيين والاعتداء على الشعب الفلسطيني بات في كل لحظة هناك اعتداء بات في كل لحظة هناك شهداء إلى متى ينتظر العالم إلى متى ينتظر العرب والمسلمين إلى متى ينتظروا وإسرائيل تنتظر طيب دعني أعود إلى الدكتور أمجد فيما يتعلق بطبيعة سياسات هذه الحكومة في المستقبل في ضوء التأليفة أو التوليفة التي تشكلت منها من واقع الأحزاب الدينية كيف ترى مستقبل سياسات هذه الحكومة أولا اليمين حسب المعركة المعركة السياسية والإدولوجية بنيابين نتنياهو مؤدلج حتى النخاع هو ابن المؤرخ الصهيوني تسيل نتنياهو لديه هو متكامل فكريا وسياسيا عنده إدولوجية متكاملة ينفذه على الأرض هو وعد بإجهاض اتفاقية المبادئ المعروفة باتفاقية أسلو وعد الإسرائيليين بأنه لن يكون هناك ردود فعل قوية استطاع أن يطبع مع الدول العربية على حساب القضية الفلسطينية اليوم لديهم أهداف واضحة على الأرض ولديهم أغلبية صاحقة الخطورة في الموضوع بأن إسرائيل لديها نظام سياسي قانوني مبني على القوانين العادية والأساسية عندما يكون اليمين يتمتع يتمتع بأغلبية الثلثين يستطيع أن يغير القواعد الأساسية التي بناها اليسار اليسار هو الذي أسس دولة إسرائيل عام 1948 هو الذي وضع أسسها السياسية وضع أسسها الفكرية وضع أسسها الأيدلوجية وضع النظام القضائي اليوم بهذه الأغلبية بهذا الانتصار السياسي والأيدلوجي يمكن أن يغير المعالم الأساسية التي تتصرف بها إسرائيل عندما أقنع الرئيس ترامب بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس هو حقق إنجاز ضخم جدا وهو بداية تصفية القضية الفلسطينية اليوم هذه الحكومة كد تستطيع الاستمرار بالهيمنة والسيطرة على ما تبقى من دكتور أمجد كانت وراء هذه النتائج التي آلت إليها الانتخابات في إسرائيل كان وراءها الناخب الإسرائيلي بتالي لماذا ذهب الإسرائيليون إلى هكذا خيارت؟ نعم هناك حقيقة على الأرض يعملون عليها منذ سنوات طويلة وهي بناء الاستيطان اليوم نتحدث عن 800 ألف مستوطن الذين استطاعوا أن يبنوا حجم كبير وتأثير كبير في الانتخابات أيضا يبنون مدارس تلمدية باستمرار يبنون كنائس باستمرار يبنون المستوطنات العشوائية والمستوطنات في كل مكان اليوم أصبحوا يهيمنون بشكل كبير جدا هناك أيضا لا يتحدث الإسرائيليين كثيرا عن الهجرة المعاكسة الهجرة المعاكسة التي تؤثر على اليهود الذين يعتقدون بديمقراطية الدولة وبالاستقرار وما شابه ذلك اليوم هناك هجرة معاكسة منذ سنوات طويلة جدا وإسرائيل تنزلق في المجتمع الإسرائيلي الذي استطاع نتنياو خلال 12 سنة السابقة من تحويل المجتمع الإسرائيلي من مجتمع متوازن بين اليسار واليمين إلى مجتمع إلى اليمين واليمين المتطرف واليوم نتحدث عن الفاشية وصلوا إلى مراحل متقدمة جدا وهذا يشكل خطر جدا على القضية الفلسطينية عندما ينتصر اليمين سياسيا وإيدلوجيا فأنه يبدأ حقيقة بتحقيق أهداف كبيرة جدا على الميدان وأصبح من غير المنطقي ومن غير الممكن قيام دولتين على ما يحدث على الأرض دعني أنقل هذه النقطة إلى دكتور حسين في ظل ما تفضل به دكتور أمجد والتصنيف الذي يطغى على شكل هذه الحكومة بأنها الأكثر يمينية إلى أي مدى سيقف ذلك حائلا أمام المشاورات أمام التفاوض الحلول السياسية بينها وبين الفلسطينيين وإذا كان ذلك هو ما سيكون ويترجم على أرض الواقع ما هي الخيارات المتاحة لدى الفلسطينيين؟ تعني أولا أخي أحمد بالنسبة لنا نحن لم نراهن على أي حكومة إسرائيلية لا سابقة ولا حالية ولا قادمة يعني عمليا كل هذه الحكومات يدها ملأ أيديها ملخة بلطخة بدماء الفلسطينيين بدماء أطفالنا أما بما يخص أن الشعب الفلسطيني لا الشعب الفلسطيني صابر وصامد ويدافع نفسه بكل ما أوتي من إمكانيات اليوم إحنا كفلسطينيين وصلنا إلى مرحلة فليسمعها العالم أجمع أنه لو حولت هذه البيوت اللي إحنا منجلس فيها الآن مقابر على رغوستنا لن نغادر هذه الأرض وسنبقى الشوكة في حلق هذا الاحتلال طال الزمان أم قصر؟ في النهاية أنا بحكي لك لا طيب دكتور حسين هذا الموقف الشعبي ولكن ماذا عن تحركات السلطة أمام هذه الحكومة؟ بالنسبة للسلطة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية هي لم تألو جهدا في هذا الجانب فنحن لدينا اتصاليات مع كل دول العالم سواء كانت دول عربية دول إسلامية المنظمات الدولية الجنائية الدولية وسيكون هناك اجتماع وستقدم أوراقها أيضا الدولة الفلسطين والقيادة الفلسطينية أو الأوراق لمحكمة الجنائية الدولية من خلال محكمة العدل الدولية أيضا من أجل أن يكون هناك محاسبة لهذا الاحتلال الذي طال عمره دون أن يكون هناك موقفا جدية لا من عرب ولا من المسلمين وخلينا نكون صريحين في هذا الموضوع أخي أحمد نحن اليوم في كل محكمة طيب طيب دكتور حسين يعني فيما يتعلق بوحدة الصف الفلسطيني الداخل الفلسطيني وما يشهد من تشضي واختلاف في ملفات عدة هل ترى بعودة نتنياهو بهذه الحكومة الأكثر يابينية ستكون دافع في المصالحة بين الفلسطينيين طيب أخي أحمد خلينا أوضح لك إشي العالم ينظر وكأن الشعب الفلسطيني كان ينتظر حكومة ستأتي أفضل من حكومة أو طبيعة الأسئلة التي تطرع علينا ليس فقط منكم ولكن في كثير من الدبلوماسيين والإعلاميين على مستوى العالم نحن لم نراهن على أي حكومة حكومة جينتس و... طيب طيب هذا واضح هذا واضح دكتور حسين وأجبت عليه باستفاضة كاملة سؤالي لك يعني سؤالي لك إلى أي مدى يمكن لحكومة نتنياهو أن تكون سبب ودافع ورأى عودة الصف الفلسطيني ولحمته صفا واحدا يعني أولا الشعب الفلسطيني في الميدان موحد هناك اختلاف ما بين الفصائل بسبب الانقلاب الذي قامت فيه حماسي 2007 ونحن في طريقنا إن شاء الله تعالى لرأب هذا الصدع الذي طال والذي أرهق الشعب الفلسطيني وأرهقنا جميعا ونتمنى أن يكون هناك تحركا حقيقيا من حركة حماس إلى ضرورة أن يكون هناك إنهاءا لملف الانقسام نحن بالنسبة أننا كحركة فتح دائما نقول بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي أساس قوتنا نعم نحن أكوياء ونحن نتصدى بكل إمكانياتنا نحن نتصدى باتباءنا وبأرواحنا ولكن أخي الكريم اليوم مطلوب من كل الدول العربية من كل الدول الإسلامية وبالضل أعيد الدول العربية والإسلامية أن تكون سندا للفلسطينيين أيضا ومعينا للفلسطينيين من أجل أن لا يكون هناك طولا في عمر هذا الانقسام الجهد الجزائري الذي حدث هو جهد عظيم ونباركه في كحابة الخلفات ومنذ اللحظة الأولى لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون نحن باركنا ورحبنا في هذا المنوع والآن الكرة ملقاة في ملعب حماس في هذا الجانب نحن لن يكون هناك تجاذبا على الإعلام بينه وبين حركة حماس ولكن تأكد أخي أحمد أنه نحن في الميدان كفلسطينيين موحدين لأنه في النهاية نتصدى لهذا الإجرام دانيا أعود إلى الدكتور أمجد فيما يتعلق بالقضاء وما ينوي نتنياهو إصلاحات قضائية يتحدث عنها هناك بعض المخاوف لا سيما من المعارضين له عن استقلالية القضاء في إسرائيل ما هي الأبعاد؟ ما هي حقيقة ما يريد أن يقدم عليه نتنياهو؟ ولماذا؟ نعم نتنياهو يحلم وكل جهود الذي قام بها من أجل التخلص من المتابعة القضائية في أكثر من ملف لديها أربع ملفات أساسية ومتهم بالرشوة وإساءة استخدام السلطة وبتلقي أموال غير شرعية الهدف الأساسي هو يريد الهيمنة على السلطة القضائية بسن قوانين التي يتمتع بها خاصة بأغلبية مريحة جدا والذي يريد أن ينهي حياته بدون أي ملاحقة قانونية طبعا الأمور الآن تأتي ضمن المفاوضات التي يقوم بها وهل تجيز له دكتور أمجد هذه الأغلبية أن يمضي إلى ما يرمي إليه من إصلاحات قضائية تطال القضاء يتم تعيين القضاء وفق ما تراه المؤسسة السياسية في الداخل الإسرائيلي نعم يجيز له بأغلبية نسبية يستطيع أن نسن قانون بعدم ملاحقة من يتمتع بمنصب رئيس الوزراء أو ملاحقته بعد الانتهاء من منصبه يستطيع أن يغير هذا القانون إذا تحقق له ذلك كيف سينعكس بالتالي على استقنالية القضاء في الداخل الإسرائيلي طبعا استقنالية القضاء سيوجه ضربة قاسية وهذا كان بالسابق كان حديث بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية وكان منتظرا من كثير من الحكومة خاصة حكومة بنت السابقة بنت لبيد بسن قوانين لا تجيز له حتى الترشح ولكن كان هناك أسئلة كثيرة لماذا لم يتم سن هذا القانون وعندما تم البحث عن هذه الأسباب وجدنا أن بنت الخصم المتحالف سابقا والخصم الحالي لبن يمين نتنياهو خاصة عندما ألف حكومة متشابكة من أقصى اليمين لأقصى اليسار رفض سن هذا القانون هذه فرصة الآن بيد بن يمين نتنياهو لكي يتخلص من هذه الملاحقات ويقفها ولكن تعتمد أيضا على المشاورات التي تسير حاليا مع الأحزاب التي سيؤلفها في تشكيل الحكومة القادمة هناك إمكانية كبيرة بأن يستطيع أن يفعل ذلك ولكن الكرة الآن ليست في ملعب نتنياهو ولكن في ملعب التحالفات التي يقوم بها والمفاوضات السرية من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة وتوزيع الحقائب وتوزيع الكعكة هذا هو الأساس ولكن أركز على فكرة أن بن يمين نتنياهو قد أصدر كتابا قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلي يوضح تماما أيجليجيته وماذا يريد أن يفعله وأكد من خلال هذا الكتاب بأنه يؤمن بأن الأرض هي أرض إسرائيل وأرض اليهود لا يمكن التنازل عنها ويؤمن أيضا بالتفوق العسكري وقال أكثر من مرة بأن العرب لن يقبلوا بإسرائيل إلا حتى ييأسوا من الفكرة أنهم يستطعون التغلب عليها دكتور حسين فيما يتعلق نعم وصلت الفكرة دكتور أمجداني أن تقلل دكتور حسين يعني دكتور حسين فيما يتعلق بتحذيرات الرئيس الإسرائيلي إسحاق للعضو تخصيصا بن جفير إذا بوصل إلى هذه الحكومة واستلم حقيبة ووزرية وكذلك تعطل نتنياهو عن تهنئة عفوا تعطل بايدن عن تهنئة نتنياهو لمدة ستة أيام كل هذه الأمور علاوة أيضا على موقف الاتحاد الأوروبي من عدم التعامل في رغبته مع بن جفير من روسيا التي لا ترغب بنتنياهو لأنه وعد بتزويد الأسلحة لكيف كل هذه المعطيات كيف ستستثمر من الجانب الفلسطيني على الصعيد الرسمي المتمثل في السياسة والدبلوماسية الفلسطينية يعني أخي أحمد حتى تصريح الرئيس الإسرائيلي بهذه الطريقة هو تصريح فيه نوع من الخب لأن المشكلة ليست فقط بن غفير بن غفير هو زي نتنياهو زي باقي الوزراء الذين فازوا أيضا في الحكومة الموضوع ليس في شخص هذه الحكومة في وجهها الأكبر هي حكومة تطرف وحكومة إرهاب فعمليا عندما يأتوا ليحصلوا المشكلة فقط في هذا المدعو بن غفير نعم هو متطرف وهو مجرم وهو من دعا إلى قتل الأسرة ودعا إلى قتل الأطفال والشيوك والنساء ولكن أيضا وزراء الحكومة لا يكلون إجراما عن هذا المدعو بن غفير يعني على أساس أن دولة الاحتلال وإعلامها ما يذهبوا باستغفال الناس وكأن المشكلة في شخص واحد نتنياهو أكثر تطرفا في طرحاته وأكثر إجراما بوجه الناعم من بن غفير عملية نتنياهو لا يرى ووعد الناخبين لأنه لن يكون هناك دولة فلسطينية تالي سلسلة هذه الانتقادات كيف تستثمر فلسطينيا في دقيقة لو سمحت نعم بالنسبة لنا كفلسطينيين وصلنا الرسائل إلى العالم أجمع وصلنا كخوفاتنا إلى العالم أجمع وهناك تهديدات الآن تمارس ضد السلطة الفلسطينية وضغوطات على السيد الرئيس وعلى القيادة الفلسطينية بأن لا نكمل إجراءاتك توجه إلى الجنائية التولية شكرا جزيلا لك دكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح من رمالة أشكرك جزيلا شكر وكذلك للدكتور أمجد شهاب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة القدس أشكر لكم أيضا النظر الكرام في ختم هذه الحلقة تحية وإلى اللقاء